نجح علماء السونيون في تطوير برنامج ذكاء اصطناعي من شأنه أن يتنبأ بخطر إصابة الأشخاص بمرض السكري قبل 15 عاما من الإصابة الفعلية به وقال العلماء أن البرنامج المطور حقق معدل دقة وصلت إلى 88% ووفقا لمسؤول قسم التعلم الآلي بالشركة فإن البرنامج تم تصميمه لتحديد الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري في خطوة من شأنها زيادة فرص السيطرة على هذا المرضى